الثقة بالنفس ننميها ونعمل على تقويتها بإذن الله تعالى الثقة بالنفس لا تعطى الثقة بالنفس هي موجودة فينا لكن يراد لها أن نخرجها عندما نولد نولد وهي موجودة فينا لذلك يقولون لو جئت مطفل عمر سنتين وأدخلت في الغابة بدون ما أخوف من أي شيء على الإطلاق سأجد بشكل طبيعي يذهب إلى الأسود والنمور ويبدأ يركب على هذا ويصفع هذا ويضط وهكذا لماذا؟ لأنه ليس هناك سابق تجرب عنده فهو يعمل بثلقائته لما جئوا يعرفوا الثقة بالنفس عرفوها بطريقة عكسية قالوا إيش عكس الثقة بالنفس؟ عشان نعرف إيش هي الثقة بالنفس؟ قالوا شعور الفرد بالسلبية والتردد وعدم الإطمئنان للإمكانات التي وضعها الله عز وجل فيه وشعوره بأنه ما عنده القدرة على فعل أي شيء هذا تعريف عكس الثقة بالنفس يعني أنا أحبنا نجيبها ونعكسها هتكون هي شعور الإنسان بالإيجابية وبالإطمئنان للقدرات اللي الله عز وجل إعطاه إياها وبالإمكانيات الموجودة فيه وإنه قادر على فعل شيء ما هذا تعريف الثقة بالنفس طيب قضية الثقة بالنفس من فين جات عدم الثقة بالنفس عند بعض الناس؟ جاءت من عدة أمور واحد من الجهل لما يكون في عند الإنسان شعور بالنقص بسبب جهله كيف؟ ينظر بعض الناس إلى الأغنياء أنهم ثقتهم بأنفسهم أحسن مني ليش؟ لأنه عنده فلوس أكثر مني غلط أو ينظر بعض الطلبة أنه والله في ناس عندهم جوالات أفخم مني فثقة بنفسه تتزعزع غلط أو راكب مثلا سيارة أحسن مني أو هو عنده سيارة أو ما عندي فيشعر بثقته بالنفس أقل غلط كلها هذه أشياء خارجية الثقة بالنفس الحقيقية تنبع من الداخل من هنا إذا ما نبعت من هنا ما في ثقة بالنفس قد يكون صح هذا أغنى مني وهذا عنده بيت أفخم مني وهذا عنده سيارة وأنا ما عندي سيارة وهذا عنده دكتوراه وأنا ما عندي دكتوراه لكني أملك أمور ربما هؤلاء لا يملكونها عندي ديني عندي أخلاقي عندي عملي اللي أحب عندي أبناء مطيعين لي عندي زوجة أنا سعيد معاها ما عندي أمراض ما عندي ديون هذه أشياء كلها تخليني أرفع من ثقتي بنفسي فأول حاجة من الخلل اللي حصل عند بعض الناس قضية الإحساس بالنقص بسبب جهله أنا أعرف شخص كان يدرس في مدرسة أهلية ثانوية أهلية يدرسون فيها الناس الفي آي بي على قولتهم أو علية القوم هذا الشخص كان داخل المدرسة هادي بمنحة لأنه متفوق دراسيا بمنحة لكنه كان من أسرة فقيرة فكانوا أصحابه لما يحب يوصلوا بيته طبعا هو ساكن في حي فقير وهم كلهم ساكنين في أحياء فاخرة جدا فكان يستحي فكان يأتي في حيه الفقير في مقدمة الحي كان في فيلا فخمة فيقول لهم هذا بيتي فينزلوه عندها ينزل عندها فلما يمشو هو يروح لبيته على بعد كيلو من هذا البيت الفخم لماذا؟ أتشعر ثقتك بنفسك تستمدها من البيت العالي الكبير؟ لا والله أنا لو الناس اللي حولي ما يقبلوني على ما أنا عليه سواء في بيتي أو مكانتي المالية أو كذا فلا أريدهم لأنهم سيمشون معي وسيكونون أصدقائي من أجل مالي من أجل نفوذي أنا أريد الناس الذين يكونون حولي يحبونني لشخصي ليس لهذه الأمور وإذا ما لامت بي لامة أو سقطت أو كذا لا أجد أحدا منهم لأنه كان الجلوس معي من أجل مصلحة فلما انتفت المصلحة خلعت الأقنعة من على الوجوه أيضا عدم معرفتنا بقيمة الأمور اللي عندنا إحنا بتفقدنا ثقتنا بأنفسنا فتجد مثلا بعض الشباب مثلا يمشي في المولات ويعمل له قصات كذا غريبة ويعمل البنطولانات كذا عشان يلفت النظر له هو فاقد الثقة بنفسه فيظن أن هذه المظاهر هي لها تزيد ثقته بنفسه آسف ثقتك بنفسك وثقتك بنفسك مش من الشنطة الفخمة ولا من الحذاء الفاخر ولا من الجوال الباهر هو الذي يزيد ثقتكم بنفسكم لا لا هذه كلها أشياء تافة سخيفة الواحد يختبئ خلفها عشان يشعر بنوع من الثقة بالنفس أنا ثقتي بنفسي تنبع من داخلي أنا من قيمتي 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 من أخلاقي من ديني هذه ثقتي بنفسي طيب ليش إحنا بنأكد على قضية الثقة بالنفس وإن إحنا نريدها إيش فوائد الثقة بالنفس إيش هستفيد لما تكون موجودة الثقة بالنفس واحد ستجلب لك الراحة النفسية لما يكون عندك نوع من الثقة بالنفس أنت نفسك هتشعر بنوع من الثقة هتشعر بنوع من الراحة النفسية لما ما يكون عندك ثقة بالنفسك هيكون عندك نوع من الاضطراب طب هعمل كيف طب هتكلم كيف طب افرض كشفوني طب افرض ما يكون عندك نوع منها فهذه تعطيك نوع من الراحة النفسية الثقة بالنفس أيضا تعطيك نوع من الثبات على المواقف لما تكون واثق من نفسك تثبت على موقفك مو الله في الصبح موافق وفي الليل غير موافق بعد الظهر معاهم في الليل ضدهم لذلك أنا أريدك الثبات على المواقف هذا من النوع المهم جدا وهي أن الإنسان يثبت على موقفه ما يغيره هذه أيضا منه شعوره بالنجاح تخيل أنت لما تستغل طاقتك وقدراتك وتبدأ تشعر بأنك أنت بتنجح هذه أيضا تزيد من طاقتك من فوائد الثقة بالنفس أيضا أنه ينشأ في داخلك امتنان امتنان وشكر لله عز وجل على ما وهبك من نعم والله والدي والدتي مراضيين عني والله أبنائي معي والله بالفضل الله عز وجل لمطلعت منحرف ما قضيت بقية عمري في السجن ما دخلت في المخدرات هذه كلها أمور تشعر الإنسان تجعل أنه يشكر الله عز وجل عليها يقولون واثق الخطوة يمشي ملكا عندما تتحدث وانت واثق من نفسك يبدأ الناس ينصط لك يسمعون لك بعض الناس يقول لك أنا أخافي عرضون للناس خليهم يعرضوك ألا الذي تقوله حراما لا يخالف عرفا لا قوله ما عندك مشكلة أيضا هتستثمر كل الفرص المتاحة أمامك لماذا؟ لأنك مش هتترك ولا فرصة إلا وهتستفيد منها من الأمور أيضا أنها توجد ديك طموح نحو الوصول للأفضل يعني ما هتعيش ضعيف مستضعف ولا هتعيش بالضحية اللي احنا ذكرناها لأنك إنسان قوي إنسان تستطيع أنك تتحرك في الحياة طيب كيف أستطيع أن أبني ثقتي بنفسي وهذه من النقاط المهمة واحد شعورك أنت بأنك محتاج أنك تغير لازم يكون عندك هذا الشعور تقول أنا فاقد لثقتي بنفسي أريد أشعر بالثقة اثنين اكتشف قدراتك وشتغل فيها ثقتك بنفسك أرجع لك مهما كانت إيش نقطة تميزك في الحياة اشتغل فيها ثلاثة تحديد الأهداف بوضوح إنه أهدافك في الحياة تكون واضحة أنا أعرف طالب كان عديم الثقة بنفسه كان دائما الرسوب فلما جلس معه أحد العقلاء واكتشف إنه هو نقطة النقطة الوحيدة اللي يحبها في الحياة لعبة التنس بس الباقي كله فاشل فيه دراسة فاشل فيها كل حاجة فاشل فيها فقال له أريدك عندما ترفع الكرة إلى أعلى تتخيل كان دائما في الإنجليزي بالذات علاماته سيئة تتخيل هذه الكلمات ترفعها فقال له ها يلا يقول لي كتاب بالإنجليزي إيش يعني لو تخيل أنك بترفع كتاب وبتضربه بالمضرب فبدأ يتعلم بوك بي أو أو كي بوك وبدأ بهذه الطريقة يتعلم اللغة الإنجليزية فالإنسان إذا شعر إنه الشخص اللي يمامه عنده نقطة قوة تستطيع من خلالها أنه ينجح أيضا تبني ثقتك أنك تتفائل بالمستقبل ولذلك أبنائي وبناتي اللي في المدارس دائما أقول لهم لا تكونوا سلبين في مدارسكم أرجوكم إذا حبيت ابنك يكون عنده ثقة بنفسه أو بنتك خليهم يشتركوا في أنشطة المدرسة يشتركوا في الإذاعة المدرسية يشتركوا في المسرح يشتركوا في الكشافة في لجنة النظام في أي شيء هذه تزيد من ثقة الطالب بنفسه تزيد من ثقة الإبن في نفسه أيضا الشعور بقيمتك وإنك أنت فريد من نوعك لما تشعر أن لك قيمة في الحياة وأنه أنت فعلا متميز في الحياة ما في شيء في الدنيا بنى من شخص اليابان حضارا بنت من عدة أشخاص وكذلك في الحياة مجموعة من الأشخاص وكل واحد كان فريد من نوعه لذلك تبني ثقتكم بأنفسكم بهذه الطريقة والواحد يكتشف فيها الثقة بالنفس تأتي مع الأيام وكذلك أبنائكم وبناتكم خليهم يزيدوا ثقتهم بأنفسهم أنا بعض الأمهات يقول لي كيف أزيد من ثقة بنفسي بنتي لعمرها خمس سنوات أقول لها لما تحفظيها مثلا أربع سنوات سورة الفاتحة مثلا أو آية الكرسي لما جدها ولا يأتي أو مثلا تأتيك ضيفة في المنزل فقول لبنتك هذه اقرأي سورة الفاتحة أو آية الكرسي على عمتك فلانة اقرأيها اقرأيها فتبدأ البنت شوية شوية تستجم الشجاعة شجاعتها وتبدأ تقراها بعد فترة تبدأ تزيد هذه الشجاعة وتبني لها ثقتها بنفسها بهذه الطريقة أني أخليها من فترة لفترة تقول قدام إخوانها قدام أخواتها في المدرسة هذه تزيد من ثقتها ووجدوا الأب اللي يأخذ أبناءه معه لمجالس الرجال تزيد ثقتهم بأنفسهم واللي دائما جالس في بيته من الأبناء ما يتحرك إلي ما يكبر ما عنده ثقة بنفسه أو ثقة ضعيفة فالثقة تمارس الثقة موجودة فينا الثقة تنمى لازم يكون عندنا نوع من الوعي ما يكون عندنا نوع من الجهل إحنا ما في شيء ناقصنا كل شيء تحتاجه موجود فيك الشيء اللي ما تستطيع عليه في الخارج ما يلزمك ما تحتاجه لا سيارة فخمة هتزيد من ثقتك من نفسك ولا جوال ولا بيت فخم ولا شيء خلك من عقد النقص هذه وتركها للضعفاء بعض الناس يغير عفش بيته مش فقط هكذا ليتغير عفش البيت لا لأنه يشعر أنه لما يغير عفش بيته ثقة بنفسه بتزيد عشان قدام الناس لذلك أنا ما أريد أنكم تركزوا على الأمور الخارجية أريدكم تركزوا على الأمور الداخلية دائما الواثق من نفسه ما يهتم بما يحدث خلفه أو أمامه أو من جانبه إنما دائما يركز على ما يحدث في داخله فهو دائما يعرف نقاط قوته دائما يعرف أن الله عز وجل حباه بشيء ما في داخله فهو لا يهتم بما يحدث في الخارج فأترك ضعف الثقة هذه جانبا لأن الثقة موجودة فينا طبعا نستعين بالله عز وجل في كل موقف إن الله عز وجل يقوينا إن الله عز وجل يفتح علينا إن الله عز وجل يربط على قلوبنا إن الله عز وجل يبارك لنا الثقة بالنفس صح تأتي في الصغر لكنها أيضا من لم يستفيد منها في صغره فهو هناك استدراكات يستطيع أن يستدركها وفي دورات الأيام يعني في عصرنا هذه تزيد بثقة الإنسان في نفسه وتجعله يثق في نفسه أكثر وأكثر وأكثر وفي هذه اللحظة يحضرني قصة بسيطة لواحد عالم جيولوجيا أمريكي اسمه يوني يوني هذا راح جنوب أفريقي يدور على الماس قبل أكثر من خمسين سنة وطبعا تعب تعب شديد لأن تلك الأيام ما كان عندهم الآلات الموجودة اليوم وفي يوم الأيام هو راجع وجد طفل عمره عشر سنوات ولد معه حجر غريب جدا فقال له يا ولدي أشوف الحجر فأخذوا منه وحب أنه يختبروا فالولد قال له لا أنت لازم تعطيني شيء مقابله فأخرج من جيبه قطعة شوكولاتة وأعطاها للولد الولد فريح بها جدا وذهب ذهب يوني للمختبر ولما حلل الحجر اكتشف أنها أكبر ماسة في العالم قصة حقيقية يترى لو كان الولد يعرف أنه يملك أكبر ماسة في العالم كان يفرط فيها بهذا الشكل وهذا اللي بيحصل معنا ممكن جدا نقاط القوة اللي نتمتع فيها في أيدينا لكننا لا نراها لذلك أطلب منكم إخواني واخواتي أنه إذا حبيتوا تغيروا حياتكم أنكم أول شيء تتعرفوا على نقاط القوة اللي تتمتعوا فيها وبعد ذلك تبدأوا تشتغلوا عليها نقاط الضعف انسوها ولا تشتغلوا عليها إطلاق أنا من الناس اللي ضد أن الإنسان يشتغل على نقاط ضعفه على الإطلاق إنما نقاط القوة هي تبدأ تقوم النقاط الضعف مع الأيام ولذلك ستجدون الناس من حولكم ربما يسفهون أراءكم يسفهون طموحاتكم يسفهون أهدافكم لا تسمعوا لهم وانضوا في الحياة عندما تنجحون سيشيرون لكم يقولوا هذا كان صديقنا هذه كانت جارتنا هذا كان معايا يشتغل وهكذا لذلك الحياة تتغير بتغير طريقة تفكيرنا فيها والإذاعة الداخلية السلبية اللي عندنا هي اللي تخلينا نتقدم في الحياة أو نتأخر في الحياة لذلك مثلا على سبيل المثال الكلمات السلبية تحطم فينا كثيرا جدا وهي عنصر أساسي في قضية تفكيرنا أنا ما أقدر أنا فاشل أنا دا أنا ما عندي فلوس أنا مديون أنا أنا هذا الكلام كله يصبح جزء من شخصيتكم لأن العقل اللواعي لا يفرق إطلاقا بين الواقع وبين الخيال فيأخذ كلامكم على محمل الجد وفجأة تلاقوا نفسكم تحت فخ كبير جدا وهو قضية الوهم اللي تعيشوا فيه وبعد كده تعيشوا في حاجة سموها الأمل الوهمي أنا يمكن هجيني بعثة يمكن تجيني ثروة يمكن في يوم الهام أفتح الباب ألاقي شنطة عند الباب كل هذا كلام فاضي لذلك من الآن ابدأوا بالتفكير الجاد أنه كيف أستطيع أني أنا أغير من تفكيري والقاعدة وراء ذلك تقول ما تركز عليه ستحصل عليه أو ما تركزين عليه ستحصلين عليه بمعنى أنا تفكيري طول يومي فين تفكيري والله في السعادة تفكيري في مساعدة الآخرين تفكيري في النجاح ماشي هيقودني إلى ذلك لكن تفكيري أنه عيالي فاشلين عيالي ما يسمعوا كلامي عيالي عنيدين فعلا هتقدر تكتشف هذا الأمر وهتمسكيهم متلبسين في هذا الأمر لماذا؟ لأنه كان تركيزك طول يومك وتركيزك طول يومك على الأمور السلبية لذلك أقول لكم من خبرة متواضعة في هذه الحياة غيروا تفكيركم تتغير حياتكم لذلك ما أريدكم تعيشوا بأقل مما تستحقون في هذه الحياة